منذ قليل كان وقع حدث تصادم بين قطارين في الشرقية بيان إعلامي من السكة الحديد إعلنت هيئة السكة الحديدية عن وقع حدث تضام قطار ركاب رقم 281 ركاب المتجه من الزقذيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 363 المتجه من المنصورة إلى الزقذيق عند بلوك 5 بمدينة الزقذيق على الفور تحرق الفريق مهندس كامل وزير نايب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ورئيس وقيدات السكة الحديد باتجاه موقع الحادث ووجه الوزير بدفع معدات وأوناش الطوارئ وتشكيل لجنة من المختصين للوقوف على الأسباب الفنية أيضا مجلس الوزراء وده عايز أقول أن التحرك ده وإصدار البيانات ده شيء محترم جدا وشيء كويس جدا يعفينا من أننا نفضل نسأل وندور هي إيه المعلومة رئيس الوزراء يتابع تطورات حدث استصادم قطرين بمدينة الزقذيق ويوجه بتوفير كل سبل الرعاية الطيبة الطبية للمصابين تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تطورات حدث استصادم قطرين اليوم وطلقى تقريرا من وزارة النقل ووجه رئيس الوزراء وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي التي يتم علاج المصابين بأحد مستشفياتها العلاجية حاليا بالتعامل الفوري مع الحادث وتوفير كل سبل الرعاية الطبية طيب احنا هننتظر نطمئن واضح ان احنا عندنا اصابات الحمد لله لغاية دلوقتي مفيش وفيات وانا اتمنى ان لا يكون هناك وفيات بين الركاب ويعود الجميع سالمين الى اهاليهم ترجمة نانسي قنقر